النهر دا الرئيس بث ونشر وقال أهم كلمة قالت ربما في تقديري أنا الشخصي في القرن الواحد وعشرين في تقديري ولن أتجاوز والله في هذا قلت الكلام فيما مضى عن حركة إصلاح وبناء للدولة المصرية وقلت أنه أول حركة إصلاح في العصر الهديث كانت 1805 مع وجود محمد علي حتى 1840 وبعدين الحركة التانية عبد الناصر في الخمسينات والستينات وبعدين مصر تجرفت وحدث فيها ما حدث ثم جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بقول محمد علي من كم سنة إبراهيم 1805 لـ 1840 وبعدين جاء العبد الناصر لغاية سنة سبعين وبعدين جاء عبد الفتاح السيسي مع حفظ الألقاب في 2014 قلت أن دي المحاولة الثالثة أو الجولة الثالثة لبناء دولة جديدة وإصلاح جديد وجمهورية جديدة وكنت أقرأ التاريخ وأستلهم من بين صفحاته وبين سطوره أنه معالم بناء نهضة حقيقية له مواصفات المواصفات شايفها أمام عيني مش بتكلم من وحي الخيال وإنما من واقع التاريخ والتاريخ كائل حي اللي حصل في 1805 لـ 1811 وحرب محمد علي مع الممليك شبه لي من 2014 لغاية 2020 حرب الدولة ضد الإرهابيين والإخوان وبعدين انطلقت الدولة المصرية في عهد محمد علي على دعائم صناعات وجيش قوي بناء سطول تدريب ثم صناعة ثم زراعة ثم تعليم ثم صحة ثم مستشفيات ثم طرع ثم خنوات ثم استكشاف لمنابع النيل كل ده في عهد محمد علي النهاردة بدأ الرئيس السيسي في 2014 شؤ طرق ونبني مصانع ونبني مدن جديدة من أسوان الإسكندرية على مين منصورة جديدة سواج جديدة 16-17 مدينة جديدة وتوجد بالعاصمة الجديدة بعد شبكة طرق وأنفاق وكباري ثم بناء مصانع ومستشفيات إلى آخره ده بصورة زهنية لما جرى في مصر في الستينات وصورة زهنية لما جرى في مصر في القرن قبل الماضي النهاردة الرئيس بيزوف بشرة لكل أبناء الشعب المصري بيقول نحن على مشارف إعلان الجمهورية الجديدة نحن على مشارف الإعلان عن الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة يعني إيه يا مصريين؟ كلمة كبيرة جدا كلمة كبيرة جدا نستمع إلى الرئيس ونحلل ما قاله الرئيس ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة ميلاد دولة جديدة إعلان جمهورية تانية إعلان جمهورية تانية بافتتاح العاصمة وانتقال الحكومة للمقر ده ونحن مستعبين لا القاهرة ولا أسكندرية ولا برسعيد ولا المحافظات نتحرك في كل الأديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني فأرجو أننا نستعد مفكرين ومثقفين وفنانين هذا الحدث الكبير الذي سيتمه والذي أنتم لما ستشفوه وإن شاء الله ونفتتح من أول أسوال لغاية العالمين ومنصورة جديدة ورشيد وطبعا العاصمة الموضوع مش مباني بس لا ده تطور كبير أو احنا بنعمله وبقول تاني هنعلن فيه إن شاء الله إعلان الجمهورية الجديدة نعلن ميلاد الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة ليست مجرد مباني وإنشاءات وليست مجرد مدن جديدة أو عاصمة جديدة الجمهورية الجديدة جمهورية متكاملة كاملة الأوصاف يعني عندي تنتقل العاصمة بالدولة بالإدارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بفكر جديد بشكل جديد بعقل جديد بتمثل أحدث عاصمة رقامية ذكية في العالم في نفس التوقيت هتنطلق فعاليات تدشين الدولة أو الجمهورية الجديدة من أسوان ثم سهاج ثم الأقصر ثم كل المدن الموجودة في الصعيد الجديدة مروراً بالمدن الموجودة في الدلتة زي المنصورة الجديدة وكفر الشيخ الجديدة وضميات الجديدة ووصولاً إلى العالمين الجديدة يعني هيبقى عندي دولة أو جمهورية موازية للدولة القديمة البيت الأديم جنبه بيت جديد العمارة الأديمة بقى فيه عمارة جديدة عندي القاهرة بكل ما تحويه من تاريخ وكل ما تحمله من ذكريات هتستمر هي العاصمة التاريخية تستمر هي العاصمة الثقافية العاصمة السياحية لكن إدارة الدولة ستكون في العاصمة الجديدة مع الانتقال إلى العاصمة الجديدة بتعلن مصر أنها إذا مرحلة جديدة تماماً في تاريخها وهي الجمهورية الجديدة هل هي الجمهورية الثالثة أم الجمهورية الرابعة إحنا أمام جمهورية جديدة تماماً الجمهورية الجديدة التي أقصدها الرئيس ليست عبارة عن مدن جديدة وعاصمة جديدة ومباني وإنشآت وقطار سريع وأنفاق وكباري ومدارس ومستشفيات وإنما إنسان مصري جديد إنسان مصري جديد مؤهل ثقافيا وعلميا وإخلاقيا ووطنيا وتوعويا إنسان لديه الوعي الكافي عندنا إنسان مصري سليما معافى ما عندهش أمراض بتهاجمه من كل مكان عند إنسان مصري يقف منتصب بهامته أمام كل أهل الأرض بإمكانياته ده الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة اللي إحنا عايزينها فيها شكل جديد وفيها جوهر جديد بقول علينا من الآن أهو أن نستعد لتتشين الجمهورية الجديدة على كل مواطن مصري في موقعه أن يبدأ من الآن في الاستعداد لتتشين يشارك ويشمر عن سعديه للمشاركة في تتشين جمهورية جديدة للدولة المصرية نفخر بها الآن ويتورثها عننا الأجيال والأجيال القادمة بقول إن الجمهورية الجديدة اللي الرئيس بيقصدها النهاردة محتاجة فكر جديد محتاجة شكل جديد محتاجة معطيات جديدة وأيضا هتنتج عنها مخرجات جديدة بقول تاني إن التغيير للأفضل والتغيير للأجمل والتغيير للأبقى والتغيير للأصلح هيكون عندي جمهورية جديدة بملامح جديدة دولة عفية قوية دولة متينة دولة بتمثل واحة للشرق من جديد بتمثل قبلة للشرق من جديد بكل ما تحمله الكلمة من قوة ناعمة جديدة ثقافة إرث ثقافي ريادة ثقافية ريادة علمية ريادة تعليمية مواطن مصر جديد بفكر جديد كل ده يبقى من معالم ومن مظاهر الجمهورية الجديدة بقول تاني اللي ما عندهش قدرة على التغيير واللي ما عندهش قدرة على التغيير واللي ما عندهش قدرة على استلهام اللحظة واستعاب اللحظة التاريخية اللي أعلن عنها الرئيس النهاردة لأنه هذا الإعلان إعلان الجمهورية الجديدة ده بيمثل حدث تاريخي غير مسبوك أن يعلن زعيم في مصر عن تدشين جمهورية جديدة كلمة جمهورية جديدة كلمة لها ألف دلالة كلمة لها ألف دلالة دلالة التوقيت دلالة المكان دلالة اليوم اللي تم الإعلان فيه عن تدشين جمهورية جديدة الرئيس اختار يوم الشهيد يوم التضحية يوم الفداء يوم الناس اللي ضحوا بنقولهم متشاكرين بقول إنه بتضحياتكو دي أنتجنا وأنشأنا ودشنا وأعلننا عن إنشاء جمهورية جديدة بيكم يا شهداء بدموع أبناء الشهداء وزويهم هي كانت السائل الحقيقي لحياة الدولة المصرية المعين الحقيقي اللي بيرتوى منه هذا الرافض هو تضحيات دماء دموع بننشئ وبندشن جمهورية جديدة المعين الحقيقي للشخصية المصرية بيظهر في التضحية وبيظهر أيضا في البناء بقولتاني مداد الجمهورية الجديدة كان دماء هؤلاء مداد الجمهورية الجديدة كانت دموع هؤلاء دموعكو يا أولادي أولادي الشهداء مداد الجمهورية هذا ترجمة نانسي قنقر